نادي زمالك ان يتم اخفاء التحديد او الاعلان عن القيمة الافريقية وكارتيرون شايف ان دوت من مصلحة الفريق علشان ما يتمش تسريب القيمة في الفترة الاخيرة في النهاية شايف ان بيحافظ قدر الامكان على السرية بيحافظ ما يسببش كمان ما يصدرش احباط للعبين خاصة ان هو بيحاول قدر الامكان انه يعني يستفيد من كل لاعب خلال المباريات المتبقية في الدوري الممتاز لانه يعني اقرب شوية لبطولة الدوري لكن زي ما بقولك دايما ان كرة القدم ما فيهاش مستحيل وكرة القدم بيكون فيها يعني كل شيء وارد في كرة القدم وبالتالي ما تقدرش تحسم او تجزم ان فريق معين سواء الزمالك اللي هو المتصدر دلوقتي انه اقترب من بطولة الدوري خلينا اقولك كمان ان الزمالي خلال الفترة اللي جاية بدأ يفاوض عدد من اللاعبين الاجانب من ضمنهم لعب جزائري تردت خلال الساعات اللي فاتت هو محمد بن خميسة او خماسة احد اللاعبين كان بيلعب في ملجة الاسباني حسب ما تردد هنشوف الفترة اللي جاية دوت بيلعب يعني بدلا من او هيكون بديلا لتونسي فرجاني ساسي طبعا لاعب الزمالك السابق والدحيل القطري حسب معلوماتي كمان ان فرجاني ساسي الفترة اللي جاية بدأ منتظر ان الزمالك يحصد بطولة الدوري وهيبدأ يطالب بمكافأته باعتبار انه في حالة حصول نادي الزمالك على بطولة الدوري لكن فيه ازمة مع فرجاني ساسي طبعا فيه الشكوى اللي تقدمت من نادي زمالك وبالتالي هيكون في الفترة دا يتصعب انه انه يتم يعني وضعه ضمن قائمة المكافأات فيه حالة فيه حالة برضو فوز الزمالك بالدوري الفترة اللي فاتت كان الكلام على ان ايمن حفن هيلعب ست شهور بس وينهي الموسم وبالتالي يتم تكريمه يلعب مجانا داخل نادي زمالك وفي حالة طبعا الحصول برضو على الدوري كان الكلام ان ايمن حفني هيختم مشواره الكروي وكان عايز يختم مشواره الكروي في نادي الزمالك لكن فيه اتجاه داخل نادي زمالك انه يتم استمرار ايمن حفني للموسم المقبل وبرضو خلي بالك ان دوت متوقف على المفاوضات اللي بتتم داخل نادي زمالك مع بعض اللاعبين كمان خلال الفترة الاخيرة تلقى يوسف اوباما نجم نادي الزمالك ونجم الكرة المصرية عرض بمقابل مليون دولار من نادي الحزم السعودي في الوقت اللي كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك رافض التفريط في اللاعب وشايف ان افضل في حالة الموافقة في حالة الموافقة على رحيله ان البديل الانسب يكون وده برضو مش كارتيرون بس لك لكن بعض من المسؤولين في نادي الزمالك شايفين ان رمضان صبحي ده يعني في حالة المفاوضات اذا تمت ممكن يكون في الحالة دا ممكن يتم موافقة يوسف اوباما على رحيله يوسف اوباما نفسه اه المبلغ كبير والمبلغ مغري بالنسبة له لكن يوسف اوباما لسه ما خدش القرار النهائي شايف ان الفوز بالطلط الدوري وتجهيز الفريق وبينتظر هو كمان تجهيز الفريق في الفترة اللي جاية علشان يعني اذا كان بقى الاتجاه العام ده خناد زمالك ان ينافس الفترة اللي جاية على بطولة دوري ابطال افريقيا فبالتالي برضو بدأ يفكر اللاعب ما بين ان هو يروح نادي طبعا نادي الحزب السعودي نادي محترم جدا ولا يستمر داخل ناديه وينافس على بطولة دوري الابطال في الموسم المقبل لان هو ده الكلام اللي ماشي داخل نادي الزمالك ده يمكن كمان خلي بالك في نادي زمالك في جزئية مهمة جدا يعني احنا بنسعى وبنقعد نتخانق شوية مع الناس بنحنا نحاول ان احنا نجيبلكو الصفقات لكن فيه تكتم طبعا شديد داخل نادي زمالك على الصفقات اللي بتتم او الصفقات اللي هتتم في الموسم اللي جاي وان كان طبعا بدأ يتم وضع حسام حسن اللاعب سموحة في الاعتبار وضمن قائمة المرشحين للانضمام لنادي زمالك وبالمناسبة اللاعب مرحب بالانتقال لنادي زمالك لكن مغالاة فرج عامر رئيس نادي سموحة في الطلبات المالية هي المؤخرة المفاوضات نادي زمالك يمكن بينتظر شوية ما ستسفر عنه انتخابات نادي سموحة في الفترة اللي جاي وسايبين المهانس فرج عامر اللي مركز شوية في الانتخابات بعد الانتخابات ممكن يتم بقى تحديد امكانية انضمام حسام حسن الى نادي الزمالك من عدوه التشكيل ممكن المتوقع داخل نادي الزمالك لمواجهة سيراميك كيلوباترا يمكن مش هيكون فيه تعديلات كتير محمد ابو جبل هيفضل موجود ممكن يرجع محمد عبدالشافي الوينش طبعا هيرجع محمد عبدالغاني وحمزة المسلوسي وامام عشور وطرق حامد واشاب بن شرقي واشكبالا واحمد سيد زيزو وسيف الجزيري اللي ممكن يكون متواجب بدلا من مروان حمدي اللي زي ما قلتلك ظهر بشكل مميز خلال الثلاث مباريات الأخيرة حلينا اطلع فاصل وارجع